قبل ماتش البرسة والبيرن مبارح كانت صفحات السوشال ميديا بتاعت باير ميونيخ منزلة بوست منتشر انتشر رواج كنرف الهاشيم يعني قالوا ان احنا من 2017 لعبنا في دور المجموعات 30 مباراة مخسرناش فيهم ولا مباراة او مخسرناش فيهم اتعدلنا فيهم مباراة واحدة في شامبينز ديج امبارح بقى 30 الحقيقة فريق جبار رغم انه البداية كانت تقول انه البرسة في طريقه لتحقيق فوز عريض لكن مش بس مفاجأة انا مش هتبارها مفاجأة قوي طبعا خسارة البرسة قدام البايرن في الاليينز قرينا ممكن تكون نتيجة متوقعة لكن كامبنو حاجة تانية لكن الحقيقة مطشوطة امبارح كان فيها مفاجأات من عيار التقيل وعندنا النهاردة مواجهة نارية واحدة منهم هتكون الطرفين فيها منشست الستي في مواجهة بروسيا دورتموند بس قبل ما ندخل في التفاصيل المتعلقة بنبارح والمنتظرة النهاردة خليوني ارحب بضيوفي نقاطنا الرياضيين والمحلين الفانيين خالد عامر وفاروق عصام خالد مساء الخير واهلا وسهلا بك لتاني مرة على التواليم شرفنا ونوارنا في السادس اولا شرف ليا يا مساء الفل والخيرات شرف ليا مبسوط ده من انا بقى معاك ومبسوط مع سادة مشاهدين القناة النادي الاهلي ومع فاروق طبعا دويته بيظهر لأول مرة على بعض تاروق حمد الله على السلامة وحشتنا ونقول لك مبروك بقى صح كده ولا ايه؟ انا مبسوط دائما اللي وبقى معاك احمد وحشتني انت وسادة المشاهدين كلهم طيب خلينا بقى ايه بما ان احنا نكلم على مواجهة ضرب نار النهاردة بروسيا دورتموند في مواجهة المان سيتي فظن انها اقوى ما تشوف هتلاقي في مواجهة النهاردة الا لو انتم من عشاء الريال بس خليني افكركم بواحد من اساطير ودائما بروسيا دورتموند معاودنا على يعني جحافل الهجوم يعني ليفندوفسكي ومن بعده هالند واسمان ديمبلي وسانشو دول يمكن الجداد لكن الحقيقة ده مشوار طويل وعدد كبير جدا من اسماء نفكر عشاء دورتموند وانعارف ان في ممكن جزء من الجمهور يبقى متابعة دائما بروسيا دورتموند واحد من عملقة الحقيقة مش عملقة بس على مستوى الاسماء والاداء لكن على مستوى التكوين والجسم كمان يان كولر طبعا نجم الكرة الشيكية واحد من النجوم الجيل الدهبي للشيك لاعب طبعا مع بروسيا دورتموند لاعب مع موناكو حيكون ضفنا دلوقتي في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية طبعا لازم اواجهه شكر وتحية كبيرة جدا على مشاركته معنا واهلا وسهلا بي دايما على شاشة الاهلي في السادسة شكرا جزيلا شكرا لدعوتكم لي شكرا لكم انت من المهاجمين اللي مش ممكن يعني ننساهم واحد من افراد الجيل الدهبي لمنتخب الشيك وواحد طبعا من مهاجمين المميزين جدا في الدولة الالمانية في البونزليجا وكنت متقلق طبعا مع بروسيا دورتموند خليني اكلمك على مواجهة النهاردة نهاردة الصدام او الكلاش الابرز والاهم هيجمع بين السيتي وهيجمع بين بروسيا دورتموند بتشوف المواجهة ازاي نعم اعتقد انه مباراة مميزة جدا بسبب هالند الذي انتقل الى منشستر سيتي وهو كان لاعبا بالامس في بروسيا دورتموند ولهذا بالطبع اعتقد ان منشستر سيتي لديها افضلية طبعا بالفوز والفوز بالبطولة ولكن اعتقد انه ستكون مباراة صعبة جدا ممكن اسألك سؤال متعلق شوية بفريق بروسيا دورتموند الحقيقة يمكن مدرسة قدمت لاهم مانديت اوروبا كوكبة كبيرة جدا من الاسماء على مدار تاريخ طويل يعني انا ممكن اعد عشرين او تلاتين اسم كانوا نجوم برزة جدا في سماع الكرة الاوروبية بدايتهم او بداية تقلقهم كانت من خلال بروسيا دورتموند والسؤال هنا ليه فريق زي بروسيا دورتموند عنده شعبية وعنده جامهرية ما بيقدرش يحافظ على نجومه وبالتالي يقدر ينافس على الالقاب الاوروبية نعم نعم هذا طبيعي لان بروسيا دورتموند دائما يبتقون مع لعبين في سن صغير ويجهزوهم من اجل الانتقال للاندية الكبيرة مثل ليفندوسكي الذي بدأ في بروسيا دورتموند والان ولكن بروسيا ليس بالفريق الاول مثل باير ميونيخ او برشلونة او ريال مدريد ولكن هو دائما فريق يعطي اللاعبين الصغير يجهزوهم ثم يعطوهم للاندية الكبرى والاعظم في اوروبا خالد فاروق احبه تداخل انا عندي معلومة كده ان ميلا برش اللي كان شريكه في خط هجوم متخب الشيك لسه بيلعب لحد دلوقتي هو داخل على واحد واربعين سنة وهو يان كولر كان يمكن اكبر شوية فعايز اسأله ايه تعليقه على ميلا برش ممكن بقى يفكر يرجع تاني هل السؤال وصل لان كولر السؤال انه ميلا برش شريكه في خيادة خط هجوم متخب الشيك ما زال في الملعب لغاية النهاردة ازاي بيشوف ده من يورو 2004 من يورو 2004 بالزبط كده نعم نعم في الوقت الحالي هو ما زال يسعى ويعيش الان في تشيك ويبقى في دولة تشيك ونحن دائما على علاقة قوية ونتواصل بشكل دائم بعد المباريات ونلعب بعض المباريات الودية بيننا وبين اصدقانا ودائما على علاقة قوية انا بس عندي سؤال ما اعرفش هل هو لحقه ولا لأ هو طبعا يان كولر بنرحب به طبعا نجم كبير جدا كلنا تربينا على يان كولر واحنا بنتفرج عليه فنجم كبير جدا بنرحب به هو ملحقش محمد زيدان بسه ما ينفعش يبقى عندي يان كولر النجم الكبير اللعب في بروسيا دورتمونت ومسألوش عن فترة كابتن محمد زيدان مع بروسيا ما كملتش ليه يعني تقييم الفترة محمد زيدان في بروسيا دورتمونت مش اكتر محمد زيدان كان لاعب اكثر من رائع لاعب بالفعل كبير خطير في بروسيا دورتمونت كان لاعبا رائع وعلى فكرة انا دائما بتواصل مع محمد زيدان نحن في تواصل دائما ونحن سنلعب مباراة قريبا محمد زيدان سيكون معي في مباراة قادمة فهو الآن ومن قبل حتى الآن هو مازال لعب رائع هو مازال لعب ينطلق الكثير من الامكانات والمهارات طهد الفروق انا كان لديه سؤال عايزة اوجهه طبعا عارفين ان يورجون كلوب من واحد من افضل مدربين اللي مروا على تاريخ بروسيا دورتمونت احنا بنتكلم دلوقتي فترة تراجع بالنسبة ليفر بول بعد العام السابع هو دايما بيمضي العقد بتاعه لمدة سبع سنوات فانعايز اعرف رأيه سبب هل فعلا ليفر بول مع يورجون كلوب بعد السبع بعد سبع مواسم هيكون فيه تراجع زي التراجع اللي كان في اخر موسم ليه مع بروسيا دورتمونت واللي ادى الرحيله من بروسيا دورتمونت هل ليفر بول معرض لنفس الازمة دي مع يورجون كلوب ولا لا نعم يورجون كلوب هو عمل في بروسيا دورتمونت اماينس ثم بروسيا دورتمونت ثم ليفر بول ولكن بالنسبة لي لكن بالنسبة لي يورجون كلوب هو مدرب كما اقول مدرب كبير اتمنى اتمنى ان يستمر على المستوى الجيد ولا يختلف الامر بعد سبعة اعوام مع ليفر بول واتمنى له الكثير من النجاح على ليفر بول لو طرحت عليك الاسماء دي وطلبت منك تختار الاقرب او اكتر حد بيعجبك منهم كمهاجم او كهداف ايرلينغ هالند روبرت ليفندوسكي كريم بن زيما هاري كين مين من وجهة نظر يان كولر هو الافضل في الوقت الحال مئة في المئة هو مئة في المئة هو هالند هالند هو اللاعب الكبير بمعنى الكلمة ولديه ايضا شخصية جميلة ورائعة وبنسبة لي هو في المرتبة الاعلى هو في المرتبة الافضل فوق كشخص وكلاعب ايضا من وجهة نظرك هل انه الدوري الالماني يفقد نجمين في نفس التوقيت في نفس الموسم بحجم ليفندوسكي وبحجم هالند ليفندوسكي للبارسا هالند للمان سيتي ده يأثر على واحد قوة المسابقة والجماهيرية والشعبية اتنين فرص الفرق اللي بتتنافس على تحقيق بالبطولة او لا هذا حقيقي بالفعل بالطبع لعبان كبيران جدا هم افضل لعبان في الدوري الالماني ولهذا الدوري الالماني بالفعل فقط اثنان من اكبر اللاعبين الذي لعب في تاريخ الدولي الالماني ولكن اتمنى ان يأتي الاخرين وسيأتي لعبين ايضا رائعين الى الدوري الالماني للبايرن والبروسيا دورتموند واتمنى ان يكونوا لعبين على نفس مستوى هالند وليفندوسكي يهمني كمان اسألك مش بس على الدوري الالماني وعلى البروسيا دورتموند يهمني اسألك على تشيك اللي في فترة من الفترات يعني يمكن الجيل بتاعك قدر يعمل نقلة نوعية للكرة تشيكية وقدر يحط منتخب تشيك على خريطة المنتخبات القوية على مستوى العالم وبالتالي يهمني اسألك ايه اللي حصل وليه التراجع اللي حصل على مدار السنوات الأخيرة نعم نعم نحن امتلكنا بالفعل جيل مختلف جيل رائع مجموعة من اللاعبين الذين اثروا في الفريق على مستوى الاداء ولكن نعم اعلم ان في هذا الوقت اختلف كثيرا وبنسبة لنا كالشعب لاحظنا هذا لا يوجد كثير من المواهب ولا يوجد كثير من اللاعبين الكبار الذين عبروا عندي الكبيرة فهذا ما اثر وهذا ما تسبب في هذا الاختلاف والتراجع ولكن اعتقد ان في هذا الوقت الحالي قد بدأنا بشكل ما ان يظهر بعض اللاعبين بأداء جيد واتمنى ان في المستقبل لدينا الان حارس جيد جدا على مستوى حارس المرمى وانا اتمنى ان في الوقت القادم يتقدم اللاعبون للمستوى افضل ان اخر حاجة بس بما اننا اتكلمنا عن منتخب التشيك واحنا عصرنا منتخب التشيك في نجوم كبار زي يان كولر زي بيتر تشيك زي بافل نادفد عدد من الاسماء الكبيرة جدا في عالم كرة القدم عامة مين اللي يان كولر بحكم متابعته لأكيد لمنتخب التشيك بمختلف اعماره وروزيسكي طبعا من اللي يقدر يقول انه هو مين اللي يقدر يقول من الاجيال اللي طلع انه هو هيبقى النجم الاول في منتخب التشيك بالزبط اعتقد باتريك باتريك تشيك هو لاعب باير ليفركوزن هو هو افضل هداف وهو اللاعب الافضل بالنسبة لي هرجع معك تاني لبطولة الشامبيز ديج فريقك المفضل او الفريق اللي بتشوف انه فرصه اكبر في تحقي لقب السنة اي فريق او شجع في الشامبيز ديج وي يعني مين من وجهة ناظرك هل ريال مدريد برشلونة ليهم نصيب بايا ميونيخ بروسيا دورتموند فرصهم في المنافسة ولا تفضل نادي انجليزي او نادي ايطالي او بي ا ا جي مثلا بما انك في موناكو فرنسا حاليا بروسيا دورتموند ولكن اذا يوجد فريق جيد اخر هو بايا ميونيخ وريال مدريد هم الذين يعدون بشكل جيد واخرهم ليفربول ودائما احب ليفربول ايضا وعلى مستوى بطولة كاس العالم احنا بتفصيلنا ايام قليلة تفصيلنا عن كاس عالم قطر عشرين اتنين وعشرين شايف مين المنتخب الحزوزه اكبر في تحقيق لقب بطولة كاس العالم بالنسبة لي اعتقد البرازيل لا اعرف لماذا ولكن اعتقد ان البرازيل هي الاقرب يان كولر نجم المنتخب تشيكي ونجم بروسيا دورتموند واموناكو بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة وكل التوفيق ليك طبعا وللكرة تشيكية واحد من ابلقة كرة القدم الحقيقة واحد كان من اهم وافضل المهاجمين في التوقيت اللي كان بيلع فيه على مستوى العالم مش بس على مستوى ألمانيا كان متفرد لان هو بنيته كلعيب املاق تقول انه هو الرأسيات بس ولعيب كور الهوائية بس لكن رغم كده كان لعيب مهاري جدا على كرة الارض كان بيعدي وبيقدر يسجل من اهداف متنوعة كتير فكان لعيب طبعا لعيب تاريخي هي فرقة بروسيا دورتموند الحقيقة او ادارة بروسيا دورتموند نموذج محترم جدا في كيفية استخدام المواهج يعني تقدر تقول انه الفرق الفريق ده صدر لاهم فرق اوروبا جوه ألمانيا مجموعة من اهم اللاعب في خلال العشرين او الثلاثين سنة مية في المية لانه كمان احنا بنتكلم على المهاجمين فقلنا ليفا وقلنا هالند وقلنا بس احنا نسينا واحد زي لوكاس باريوس لوكاس باريوس كان مهاجم مش طبيعي في الحقبة بتاعته دي كان مهاجم مش طبيعي يا خالد مش عارب بس مش قادر يفتكي الاسم كان فيه مهاجم كان بيلعب في برشلونة كان ملازم لدكة الاحتياطي طول الوقت يعني تقريبا كانت بيلعب خالص المهاجم ده انتقل بروسيا دورتموند مش قادر اجيب الاسم ده الكرام ده قريب جدا من سنتين تلاتة مثلا فبقى هداف الدولي الألماني باكو الكسير باكو الكسير كان في فالنسيا كان بيلعب في بارسا وما بيلعبش موجود في الدوري الاماراتي لان هو لعب شوية العقلية عنده برضو مش افضل حاجة هو حاب يزبط نفسه في ألمانيا فطأ الله لكن هو عنده الامكانيات لكن في اسبانيا كان فيه طراخ شوية بس ما راح دورتموند لان البيئة في دورتموند والجماهيرية بتخليك ما اعتقدش ان فيه لعيب هيلعب لبروسيا دورتموند وسط الـ 80 ألف وسط المدرج الشمالي مش هيدم افضل ما عنده صعب جدا المدرج الجنوب بتاعهم مش طبيعي مش طبيعي الجراد الأصفر اللي هو المدرج اللي وراء الجن على طول هو مدرج ستاند ألون مش متصل بأي حاجة تانية ده المدرج المخصص بتوع ألترس بتوع بروسيا دورتموند ما ينفعش زي ما فروما بيقول ما ينفعش حد يلعب هنا وورا الناس دي وما يديش ميتين وخمسين في المية من طوط ويعدم دوم ولد كمان اسمه بلنجهام بلنجهام معدل مئة مليون دلوقتي مطلوب في مئة مليون أصغر لعب في تاريخ كاس العالم بصراحة نروح معاكم لماتشات مبارح سريعا بس قبل ما نروح ماتشات مبارح عشان برضو على فرق الميت مليون بتاع صفحة باير ميونيخ اللي نزلوه قبل ماتشة بارسا قال لك احنا في تلاتين مباراة في دور المجموعات على على علامة كاملة يعني سنين متتالية خلينا نبصل الفرق اللي واجهة باير ميونيخ عندنا بريس هان جرمان عندنا برشلونة عندنا توتن هامل اللي بيخسر سبعة اتنين في مباراة كان جنابري بطلها عندنا تلاتكم مدريد لو بصنا لاي فرق قوية جدا ورغم كده من 2017 ما خسروش في دور المجموعات لو رجعنا بقى باير نحق بطولة من 2017 اللي حد لقت هي بطولة هي بطولة واحدة في 2020 مش مقياس كبير لأن الأدوار الإقصائية في دور الأبطال دايما هي المقياس صحيح هي المعيار الأبطال يعني بطولة مش اللي فاتت اللي قبلها خرج قدام وكانوا هم الأفضل يعني طبعا هي الكرة يعني ريال مدريد كسب البطولة السائلة فاتتهم ما كانش أحسن فريق في البطول صح ولا إيه؟ لا ما كانش أحسن ما كانش أحسن بس كان أذكى بزبط كده طيب ماتشات مبارح ونتاج مبارح البارسة تخسر من 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 كانت مفاجأة تبقى أحداث المباراة بالنسبة لكم خالد لا ما كانتش مفاجأة كانت يعني كان الماتش بالنسبة لها يبقى خمسين خمسين لأنه برشلونة عمل صفقات قوية وعمل شوت أول قوي وعمل شوت أول كويس نتيجة الاتنين صفر اللي قدامنا دي لا تعنيب بالضرورة أنه برشلونة قدم شوت أو ماتش سيء بالعكس برشلونة راح يعني شفنا الثلاث أربع كور اللي دخلوا في اللي راحوا بيهم في الكورة بتاعة ليفندوسكي لا ليفندوسكي ما كانش موجود عشان كده عايز يعني عايز تتفرج النهاردة على هالند عشان أشوف أصدقاء الأمس أعداء اليوم هيعملوا ايه بالزبط مبارح ما كانش موجود هالند قدام دورتموند بالزبط بس هالند أعتقد يعني دبابة ماذا هي الفكرة بقى في أنه برشلونة على الرغم من التوقعات اللي كانت بتصب فيه مصلحة البيون ما كانتش مفاجئة نستعلم النتائج وتقولولي ايه متوقع او ايه طبيعي في مفاجئات كبيرة في مفاجئات اكتر مفاجئة في مواجهة سبورتينج لجبونة اثنين صفر لسبورتينج لجبونة مفاجئة كبيرة هو في الرمق الأخير والمباراة ما كانتش توحب كده لكن مفاجئة طبعا في مواجهة ليفربول اثنين واحد لليفربول لا مش مفاجئة خطم دي مفاجئة دي مفاجئة كبيرة جدا في مواجهة بورتو أربعة صفر في ملعب بورتينج بلجيكا لكن تلعب في الدرجة وتخسر أربعة صفر صحيح بس معا بس يعني ربنا بيقطع من هنا وبيوصف من هنا الحقيقة ببورتوغال مبارح يمكن سبورتينج لجبونة لحق الدنيا شوية سبورتينج على فكرة محليا هو في المركز السابع بورتوغ متقدم عليه بكتير و بورتوغ في مستوى أفضل لكن أوروبية كما نقول بطولة دور الأبطال بتدي دوافع للعيبة غير أي بطولة تانية صحيح و في مفاجئة تانية عن فكرة ليفركوزين في مواجهة أثنتكو ننسفر ليفركوزين فرانكفورت فاز على مرسيليا في مفاجئة كبيرة في فرنسا و طبعا باير ميونيخ فاز على برشلونة كانت ليلة الألمانيا انت كان بالنسبالك فوز فرانكفورت مفاجئة على مرسيليا اه في ملعب مرسيليا لأن ملعب مرسيليا دائما من ملعب الصعبة و احنا بنقول فرانكفورت شفناه فيه تراجع عن موسم اللي حقق في الدور الأوروبي لكن زيارة لمرسيليا حقق فيها فوز ممكن تعادل أطاقة ان مرسيليا كان يكسب لكن ان فرانكفورت يكسب مرسيليا في ملعبه دي كانت مفاجئة انا كنت متخيل ان فرانكفورت هيكسب ما كانتش مفاجئة بالنسبالي لانه مرسيليا مش في حالتها طبيعية مرسيليا عامل جيم قدام PSG انا اخر مطش تفرجت عليه كان PSG في مرسيليا عاملين جيم قدام PSG علامي هو زي ما كان يقول على دور الأبطال نفس القصة في البطولات المحلية او في المطشاط المحلية في المطشاط الكبيرة بتدي دوافع اضافية فممكن مرسيليا يبقى وحش طول السيزن ويجي قدام PSG يجي قدام لال يجي قدام ليون بيقدي بشكل مختلف بس ده مش معناه انه هو في حالته الطبيعية لا مرسيليا مش في حالته الطبيعية خالص طيب قبل ما البطولة تبدأ قلتلكم توقعاتكم الفرق ستتاهل عن كل مجموعة تعالوا نشوف الترتيب من المجموعات اللي فات منها جولتين جولتين هبتدي بجروب اي اللي فيها نابولي ليفر بول ايكس رينجرز بنفس الترتيب كده نابولي في الصدارة يالي ليفر بول يالي ايكس بنفس العدد من النقاط تلت نقاط لكل فريق ورينجرز في مركز الرابع بصفر من النقاط نابولي لسه ملعبش الجولة التانية لو لعب مع رينجرز نهاردة المكسب يداله دفع معنوية واربعة اعتقد انا بالنسبة لي هو ده الاتنين اللي هيتآهلوا ما فيش فيه مفاجأة ولكن باختلاف الترتيب متوقع ليفر بول نابولي بس يعني متوقع الاتنين هم اللي هيتآهل والله خلينا نقول برضو انا اتفرقت على ماتش مبارح ايكس مش فرق اليه ايكس لعبت ماتش كويس جدا ووصلوا للمرمى اكتر من برا وكان عندهم نمط في الخروج بالمرتدات واضح ان شرودر المدرد بتاعهم خليفة تنهاج اشغاله كويس معهم فممكن يعمل حاجة لكن نابولي انا بالنسبة لي نابولي بعد ما باع اللعيبة الكبار بتوع ميرتنز وانسيني انا شفت كفرق الي هو اللاعب طبعا الاسمه صعب جدا اللاعب الجورجي صعد السنة اللي فاتت انه الاسبوع اللي فات انه هيبقى نجمل لعيب مشكلة مشكلة كبيرة انا شفته في الماتشات المحلية حتى في الدوري الايطالي هو اللاعب اعتقد انه مش هايقض في نابولي بعد المسند لعيب هو اللي يصنع الفارق في المجموعة وممكن نابولي تكمل في الصدار هو اللي هيحسم شوية الترتيب اعتقد ماتش الانفل ما بين نابولي وليفربول لكن نابولي ممكن تعمل حاجة في الانفل رجوعا لمستوى ليفربول اللي متراجح حتى رغم المكسب مبارح يورجين كلوب خرج صدر نغمة ان الفريق بدأ يرجع وانا شايف المستوى مختلف اهو مستوى مختلف عن مباراة نابولي اللي هو صنفها ان هي اسوأ مباراة في تاريخه مع ليفربول لكن حتى مستوى ليفربول مبارح ما كانش افضل حاجة بالنسبة لنا بس على الاقل كان يعني هو ما كانش المستوى جيد ما اقدرش اجادل في دام كانش جيد خالص بس هو على الاقل الفلسفة بتاعت الفريق الجات بمعنى الاربعة تلاتة تلاتة وسرعة نقل الكورة من نص الملعب عبر يجوت ياجو الكنتارا ورجوع ديوجو جتة عشان يلعب دور صنع اللعبة او مهاجم المحطة او التسعة ونصف فالفلسفة بتاعت يورجين كلوب رجعت اه الاداء مش احسن حاجة بس على الاقل شايفين الفكر بتاع يورجين كلوب اللي هو اللي استمر به زي ما كان في الوليس بيقول السبع سنين اللي فاتوا بيطعم كل شوية الفلسفة للعيب عشان يوصل في النهاية من بداية من 2019 هو واحد من اقوى فرقتين موجودين في اوروبا شوية شوية هيبدأ برضو اللعبة الجديدة تكتسب خلي بلك احنا عندنا دائما في نفس التوقيت اصابة تياجو الكنتارا في ماتش فولم في بداية السيزن اثر على عملية الخروج بالكورة من نص الملعب معاودة تياجو الكنتارا مش طبيعي مش في الدولة الانجليزية على مستوى العالم تياجو الكنتارا ده قصة وهو زي ما انت بتقول بالظبط وهم اتعلموا من الخطأ فرحوا جايبين ارثر عشان لو ارثر نفس الفكرة معوجود ديوجو جاتا بيلعب نفس الدور اللي بيلعب روبارتي فرمينو انه يرجع تسعة ونصف داروين نونيز مش ماشي مع الفلسفة قوي اعتقد ان داروين نونيز سيوظف توظيف مختلف عن التربيت يعني خد بالك الصفقتين دول هالند ونونيز دخلوا في نفس الموسم في نفس التوقيت مع فرقتين اللي اتنين بي نفسوا على البطورة فانا بيتهايي ان المقارنة كمان مع هالند ضغط عليه شوية بس مكسب من مكاسب فاروق انه صلاح هادف صلاح لو مكانش جابهو الامبارح هتبقى مشكلة كبيرة لكن هو قدر يسجل وحتى كان اقرب لعيبة ليفربول في الشرق الهجومي للتسجيل دايما دايما متواجد في مناطق خطر ودايما دايما لمحته زي ما بنقول الكورنر لو رجعنا للكورنر الدخل منه هدف ماتيب كانت تصويب محمد صلاح خبطت في العيب وخبطت في العرضة وكانت قريبة جدا من تسجيل في ديات سعين اه بالزبط كان هو اللي يسجل لهدف في ديات سعين يمكن ليفربول اه هو افضل من منبارات كتير لكن مش هو ليفربول المعروف لسبب انا بالنسبة لي فيه شكوك بالنسبة ليورجن كلوب في العام السابع ليه لسبب لانه هو مدرب متطلب بنانيا جدا 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 بس تحديدا يورجن كلوب منظومة الضغط عنده الجيجين بريس بتاعه او فلسفة الضغط العالي دايما في اغلب فترات المباراة هو دايما الضغط ما بيبقاش طول المباراة لكن فيه مدربين بيدغطوا مثلا ربع ساعة عشرين دقيقة نص ساعة في المباراة يورجن كلوب من اكتر المدربين اللي بتضغط في عموم التسعين دقيقة وده بيأثر على اللعيبة بدنيا لعب زي روبرتسون انا بالنسبة لي كم من افضل اللعيبة اللي بتمتالك معدلات بدنية في الدولة المجيزية او من افضل الاظهيرة اللي انا شفتها بتروح وبترد في نفس الوقت بسرعة رهيبة روبرتسون مع بداية الموسم ده فيه اهتزاز واضح في اليقته البدنيا وده شيء غير معداد فاللعيبة اللي كانت العماد الرئيسي ليفربول ونجاح ليفربول متأثرة بدنيا شوفنا فيه صغرات وفيه اخطاء بيرتكبها حتى في الهدف اللي سجله محمد كندوس كان ممكن يضغط عليه كان ممكن يضغط عليه برضو لكن فيرشت باندايك ما بيدغطش ولعيبة وسط الملعب والهجوم الكواليتي او بنتكلم على اللعيبة اللي بتمتالك قدرات فردية ما بقيتش موجودة باستثناء محمد صلاح مش شايف اللعب في ليفربول اللي بيمتالك الكواليتي الفردي اللي يقدر يحل نظامات بعد ساديو مانيه تحديدا حسيت ان الموسم ده صلاح كان داخل على ليفربول نجم صغير في وسط نجوم كتير فبالتالي ما كانش عليه الضغط او اللود اللي مخليه يشيل هم الفرقة الواحدة تحس ان السنة دي انه صلاح هو اللي جارر يعني عارف الجرار اللي شدد القط صلاح تحس السنة دي انه هو الجرار اللي شدد ليفربول وده شوية عامل لود عليه زياد ها مفتقد مانيه ومانيه مفتقده مانيه لعب قول مطشين وبعد بع binding ده IT هو اكثر منه مفتقد مانيه المفتقد السيستم مفتقد وجود الثلاثي مفتقد ووجود ثلاثي الظهبي روبيرتو فرمينو ساديو مانيه محمد صلاح وكل واحد فيهم بيعمل الدور بتاعه في عجالة سريعة محمد صلاح تدخل المتحدث لهدفه في أنه رجع تاني زي ما كان في فاروق بيقول أنه يبقى أقرب لمناطق الخصوة في عدم وجود فرمينو وجود دروينونيز وفي عدم وجود ماني وجود لويس دياز صلاح هو اللي كان بيعمل دور البلايميكر هو اللي كان بينزل تحت المنطقة عشان يصنع اللعب فبيبعد عن مناطق الخطورة هو أكتر واحد عامل كي باسس في الدورة الإنجليزية من المسلم الحالي مع رجوعة ياجو الكانتارا وجود ياجو جوتاكا مرحلتين لصناعة اللعب تحول محمد صلاح تاني إلى نفس الدور الصبر بتاعه لو الكات ان سايد فبيبقى أقرب لمنطقة جزاء المنافس فبالتالي فرصته في التهديف بيبقى أعلى فأنا متفق جدا مع فاروق فيما يخص أن محمد صلاح بيقرب من الجنب بيبقى أخطر والحاجة التانية أنه هو مفتقد مانيه بس هو مش بس مفتقد مانيه هو مفتقد التريو التريو بالضبط مفتقد الكامستري بمعنى أصحي هعدي سريعا على الثلاث مجموعات اللي فضلين المجموعة بي عكس توقعاتكم خالص الأسبوع اللي فات قلنا أن أتلتك أتلتكو مدريد وقلنا بورتو أتلتكو في التالت و بورتو في الرابع ومين كلاب بروغ هو في المركز الأول ست نقاط العلامة الكاملة وورا ليفيركوزن صحيح زي أتلتكو مدريد بثلاث نقاط لكن يبقى أنه فارق الأهداف لصلاح ليفيركوزن فبالتالي كلاب بروغ وليفيركوزن عاملين مفاجأة في المجموعة التانية طبعا أنا ليفيركوزن حتى أنا عشان أنا أحب أتلتكو مدريد فأدبت كده على المباراة ليفيركوزن من ديئة 85 لحد ديئة 90 سجل الهدفين وكسب في آخر خمس دقائق أتلتكو مدريد كان بيلعب أفضل ويمكن عدم وجود جريزمان من بداية المباراة والشرط الموجود عشان الفلوس ما تروحش البرشونة ده سيميوني حتى تكلم بعد المباراة قال إحنا أفضل بوجود جريزمان لكن رغم كده هذا هو مرتبط أنه بيبدأ ينزل بعد ديئة 60 فلازم يراجع نفسه شوية والإدارة تراجع نفسها في قصة جريزمان لكن أتلتكو مدريد هيرجع في المجموعة بورتو هيرجع أو لا لا أعتقدش أن مستوى بورتو هيأهله لأنه يتأهل من المجموعة دي ده البطل في مناسبتين يا جماعة وتزايل ترتيب مجموعة ضعيفة جدا صعب جدا والمستوى في تراجع بورتو يعني خسر مباراة اثنين من الإنتر وكان مطرود منه لعيب فده ترتيب المجموعة طبيعي ومنطقي وأعتقد أنه يعني الباين والبارسة ممكن يكونوا لسه عندهم حظوظهم متأهل ولا الإنتر أعتقد عندهم حظوظ لأنه برشلونا لسه يلعب فيكتوريا بلزين فيكتوريا بلزين أعتقد أنه هو برشلونا كعبه أعلى في المطش ده بورنا لسه يلعب الإنتر يعني ممكن بعد هذه الجولة الثالثة الجولة تأمش غير أنه هو يعطل الجولة الثالثة أعتقد أنه الترتيب اللي احنا قلناه المرة اللي فاتتها يطلعه اللي هو تسعة ستة تلاتة زيرو من دلوقتي هو برشلونا هيكسب بايرن في كام بنوع هيكسب بايرن بيش حاجة مضمونة يا روح لا 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 برشلونا بناء على الأداء بتاع انبارة هو بالنسبة لنا كان الفريق الأفضل هو دائما الفريق الأفضل اللي بيكسب هو لو سجل واحدة من الفرص اللي قدقيه في الشوت الأولاني واحدة بس من اللي جات له سيناريو لمطش كله كان هناك بداية الشوت الثاني رفينيا بيضيع تصويبها كانت قريبة جداً من تقدم فبارشلونا عمل مبورة أنا عندي أقوى وكرة بتاعت بيدري اللي هي الوان تون المحليفة كرة بتاعت بيدري اللي جاي في العرضة بص الكرة دي وعبيها مانو النوير بيدري انفراد برضو وطلعوا مانو النوير وفي الشوت بتاعت رفينة اللي هي عادت من جام العرضة بس هناك كرة بتاع بيدري تحديداً كرة بتاع بيدري دي هي حاجة من الاتنين يتبقى أحسن لاعب في المجرة يتبقى أوحش لاعب في تاريخ كرة القدم بفاشحة الوسط لان انت استرنيت على كرة وفيها حرفانة زيادة وفيها كل مقومات لعيب الكرة لو دخلت جون هنقول جون عالمي لو مدخلتش جون هنقول خد بالك أنا بيتهالي اللعيب دايماً بيقيس اسم جول كيب اللي وقفه قدامه دي صدت دي صدت لفاندوفسك بتاعاته نوير يا جماعة نوير حارس مرمى مش طبيعي طبعاً تلاتة سفر في شرط الأول لولا مانويل نوير احنا لو بنتكلم على برشلونة بس أنا عايز نقطة أذكرها وأقول إن دي هيمنة قادمة لبرشلونة وسط ملعب برشلونة في وجود جافي لا 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 خد بيدري في وجود بيدري وجافي برشلونة مقام من مستقبله لعشر سنين قدام في وجود جافي وبيدري وأعتقد إن في وجود تشافي كمدرب اللي هو عاصر وكان زي ما بنقول واحد من الركاز السيئة من إنيستا بذبت الصعود شيب يعني إنت لو قرنت بداية إنيستا وشافي وبداية جافي وبيدري أعتقد إن الاتنين اللعبة متشابهين تماماً بيدري لإنيستا وجافي لشافي وحتى النهاردة كان تم التجديد مع جافي في برشلونة لحد عشرين ستة وعشرين والشرط الجزائي كان مليار يورو ده ليه وهو بيدري كمان الشرط الجزائي في عدو مليار يورو عشان تأمينه وعن صفاتي نفس الكلام تأمين المواهب من الجلمور بتاع بارسا في عزو كان السنائي دقيق يعني مع كامل الاحترام للناس اللي بتاعشق ميسي وموهبة ميسي وعظمة ميسي هو العيب كبير ما فيه شك لكن أنا بشوف إنه البرسا والتيكي تاكا كانت إنيستا وتشابي مئة في المئة صح؟ مئة في المئة أنا فاكر طبعاً يعني بكل التحية لي صديقنا العزيز أحمد عز المحلل المعروف طبعاً قاعدين بنتكلم في مرة وبندردش فهو قال لي كلمة جميلة الفكرة في ميسي رونالدو رونالدينو كريسيان رونالدو الناس دول كلهم إنهم شكلهم خارق للعادة هو شكله خارق مشكلة دول إنهم شكلهم بين قدمين عاديين ده أحمد عز اللي بيقول إنهم شكلهم بين قدمين عاديين بمجرد ما يمسكوا الكورة لو عرفت تاخدها منهم تبقى أحسن من فرقة في العالم هي الفكرة في كده إنهم شكلهم طبيعي جداً وطريقة لعبهم قد تبدو سهلة بس ده السهل الممتنع بالضبط تبدو سهل لا لا فطرة لو كان معنا حالات والعطات ووقت كنت هوريك كورة البدري دي فطرة وفي اللامسية بيدربوهم على حاجة زي كده وفي الناشئين أو حتى بدي الروح كبير شوية لبرشلونة لكن هم بيضربوهم على حاجة زي كده موجود في حوالين منطقة جزاء برشلونة وحوالي تهلت لعيباً من البيرن بيدغطوا ورغم كده لا شتت ولا طلع الكورة في الأود هو احتفظ بالكورة ما قدروش ياخدوها منه وعمل وان تو مع كوندي وخرج بالكورة لوحده فدي أعتقد دي فلسفة وفطرة وبيخدها اللعيب فبيدري وجافي هم مستقبل برشلونة القادم يعني جروب دي سبورتنج لجبونة في الصدارة ست نقاط علامة كاملة توتنهم يعاني ويتعثر أمام سبورتنج لجبونة مبارح طبعاً في المركز الثاني ثلاث نقاط فرانكفورت في المركز الثالث بتلاث نقاط ومارسي الفرنسي أو مارسيليا الفرنسي في المركز الرابع صفر من النقاط طبيعي ومنطقي أعتقد توتنهم هيقلب النتيجة ويبقى هو متصدر بأريحية فرانكفورت وسبورتنج أعتقد الأفضلية دايماً للفرقة الألمانية الألمانية فأعتقد فرانكفورت هيتأهل مع توتنهم في المجموعة دي أنا مش فاكراً أن الأسبوع اللي فات قلت فرانكفورت ولا سبورتنج لجبونة اللي ياخد المركز الثاني بس هو وجود توتنهم في المركز الثاني ده كان مفاجأ بالنسبالي أعتقد أن هو برضه ويعني المجموعة اللي واضح فيها أنه توتنهم يبقى في الصدارة واحد من ثلاثة تجنين فرانكفورت سبورتنج فرانكفورت هو المنافسة ما بينهم أنا مش فاكراً الأسبوع اللي فات رشق خلي فرانكفورت أخد المركز الثالث وتروح الدور الروب اللي أخدته الثاني فاتت متمرسة فيه ويمكن يخدم في فرق عندك تحسبها بالطريقة دي تقولك أنا فرصي شبه معدومة في دور الأبطال أروح يروبا ليجي على قدي وحاول أنا أنا مش عايز يعني أنا بشجع ميلا كلنا عارفين أنا مش عايز أكمل شامبينز ليج لأنه أنا لو كملت شامبينز ليج مش هعدي بعد دور الأستاشر يعني لو تأهلت من دور الألتين وثلاثين أنا مش هعدي بعد دور الأستاشر والميلان عنده مين النهاردة عنده مين يا خلود على فكرة المجموعة دي برضو مجموعة قواية لأنه قد تبدو إنها مجموعة عادية بس هي كلها مفاجئات وكلها انضبط تكتيكي في الملعب وكلها لعبة صغيرة في السن مفيش توقعات كبيرة بشأنها فبيعملوا أقصى ما عندهم عشان يتبطوا العكس يعني لما نتكلم على دينمو زغرب بيكسب تشالسي لما نتكلم على ريدبل سالسبرج تعادل مع ميلان في المباراة الأولى على الرغم من أن أنا كنت من الناس اللي مرشحها أن سالسبرج هو اللي يكسب ولكن ميلان بيقدر يتعادل فالمجموعة ملخبطة جدا النهاردة ميلان بيلاعب الفرقة اللي كذبت تشالسي وتشالسي بيلاعب الفرقة اللي هي عندها انضبط تكتيكي شديد جدا وهو خسران المطش الأولانية فما عندهش لديهش حل غير أنه هو لازم يكسب فمجموعة ملخبطة جدا ومجموعة قوية لحد دلوقتي ودعم بالهزام بالنسبة لتشالسي نتكلم في توقعات يعني أسمح توقعات رأيكم ميلان دينمو زغرب ان شاء الله ميلان شختار في مواجهة سلتك لا بقول سلتك ممكن تكسب في اوكراني رينجوس في مواجهة نابولي نابولي شيلسي في مواجهة سالسبرج ودع للهزام مع جراهام بوتر ودع للهزام في تشالسبرج مش فرقة سهلة مشروع تشيلسي مع جراهام بوتر سيسكو مراهن بتقلك على مشروع جراهام بوتر مع تشيلسي هو مشروع قادم بكوة ريال مادريد في مواجهة وكفور كمان ريال مادريد في مواجهة لايبزي من غير كريم بن زيمة لا حتى ولا ولا من سيتي في مواجهة دورتموند هالاند فين؟ هالاند فين؟ هالاند فين؟ سيتي ليس هالاند هالاند طبعا اضافة قواية جدا 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 ما فيش شك لكن سيتي فريق جماعي من الدرجة الاولى يعني دي بروينا مع فيل فادن مع برناردو سيلفا لا يعني سنلاحز حاجة كده حبيبك متضرر من هالاند شوية لا خرص لا لا خرص ترويد الفرس بدأت سيرت هالاند يعني هالاند هالاند ففي المؤتمر صحفي قبل مباراة دور الأبطال دي بيسألوه عن هالاند من الإجابة على سنة دي انا بضرب فرقة كاملة وبضرب منشستر سيتي كفرقة كاملة ما بضربش العيب بعينه فبدأ كده ايه التفرد او اللعب اللي هيبدأ ياخد السكسي من بيب جوارديولا ويتقال ان منشستر سيتي بيكسب عشان هالان مش بيكسب عشان بيب جوارديولا اعتقد دي هتعمل بقى ايه حساسية شوية ما بين بيب وارديولا ما كانش اختلف مع صام وليتو ما كانش اختلف مع سلطان إبراهيم وفيتش ما كانشاهم بالضبط ما دي الحكرة ياخد السكسي منه يعني لو بدأ ياخد السكسي اعتقد انه مش هيكمل كتير ايامه معدودة طيب بعد من سيتيو دورتموند المباراة الاقوى النهاردة اه قطعا صح كوبنهاجن الدنماركي في مواجد سيبيا الاسباني اه ايه 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 في مواجد بانفكا ده ماتش حلو على فكرة ده ماتش حلو في كورة حلوة يعني ده ماتش كورة ب في ايوفي اعتقد ممكن لا بالنسبة لي بس انصح اي مشاهد لو حاب يتفرج على كورة كويسة مايتفرجش على يوفنتوس الحد ماعلجري يمشى لانه هو هيتفرج على فريق صعب جهدا وفريق ومباراة مأفولة فصعب ان انت ألع المباراة انت تقول يوفنتوس و собствен because كاننا نتفرج على المباراة زي لي لكن يوفنتوس ممكن يكسب انا بالنسبة لي مهم يتفرج على كورة كويسة يالت أليجري يفضل مع يوفي طبعا بريسية يكسب كتير في مباراة أو الفرقة الوحيدة في الدورات الأوروبية اللي حقاية المكسب والحد دلوقتي ريال مدريد ما تعصر مع أنشلوتي بداية غريبة وبداية دايما أنشلوتي بيبدأ الموسم بشكل صعودي هو بادئ من القمة أفضل لاعب ظهر في جولة أمبارح من وجهة نظركم وأفضل مدير فني في جولة أمبارح خالد أفضل مدير فني بقطعا قطعا المدرب بتاع كلاب بروش يقدر يكسب بورتو 4-0 في أرض بورتو ده قطعا أفضل أفضل مفاجأة بالضبط فأنا يعني هأعيد النتيجة الكبيرة دي للمدرب بتاعهم أفضل لاعب والله ما تقدرش تحكمها لأنه عندك تياجو الكنتارا عندك ديجو جاتا تفق معاك تماما الكنتارا وجوعه فرق كبير جدا 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 مع ليفربول وده كان واضح أمبارح فأنا بالنسبة لي تياجو الكنتارا وتأثيره الكبير على ليفربول وتأثيره على وسط ملعب ليفربول فهو كان نجم اليوم مش هنقول الجولة لأنه فيه مباراة النهاردة وفيه هلند بيلعب ممكن يكون نجم الجولة نحجزها لهم دلوقتي لكن تياجو الكنتارا وكان نجم اليوم ساني بالنسبة لكم في البايرن لا لعب كويس بس ما كانش اللي هو اللي باين أو يبص هو الأهداف لو اتفرجنا على الليجوان هنلاقي أن الأهداف أخطاء مباشرة من مدفعين الخطأ الأول من ماركوس ألونسو في رقابة لوكس هرناندز في الرقل الركنية اللي تلعبت الهدف الثاني هي خطأ مشترك ما بين خط النص وخط الدفاع خط النص في عدم الضغط على حامل الكورة وخط الدفاع في تمركز مش طبيعي فتحين مساحة في النص كأنه بيقول لرأيه ثاني اتفضل خشف بس الجول بس اللي بكلم عليه أنا بكلم على الأداء الثاني في هو جريء لعيب جريء وعنده دايما الحتة بتاعت أنه لما بيلاقي مساحة موجودة ما بين المدفعين دايما بينقضل لكن إنت لو رجعت لتغيير الثاني لما خرج هو انفعل جدا وقلقى الزجاجة اللي كانت موجودة على الأرض حتى الجماهير استغربت وبيسألوه بعد المباراة أنت ألقيت الزجاجة دي معطرد عن أنت استبدلت وانت كنت لسه مسجل هدف واحد من نجوم المباراة قال لهم لا أنا مش نجم المباراة أنا كنت معطرد على الأداء لأن أنا ما كانش أعجبني مستويه رغم أنه هو نجم المباراة بالنسبة لي أو نجم باير ميونيخ في المباراة أنا ما شفتوش نجم المباراة أنا دي الحاجة الوحيدة أول مرة أختلف حاجة في الحلقة النهاردة لا أنا شفت صراحة فرق هجوميا جوشوا كيميتش جوشوا كيميتش يا جماعة فيه لعيبة كده في البايرن بتلاقيها جانب بايد فيليب لام هو اللي بيلعب فيليب لام هو اللي بيلعب ييجي ما تحسش به بعدها اكتشف وطاني كروس برضو في البايرن في الأول كده يعني أنا أول ما راحل ريال يعني لعيب عادي يا جماعة بس ريال مدريد لكن مع ريال خلينا نشيد شافي ألانسو كيفين دي بروين كل اللعيبة دي هي فعلا اللي بتيجي شوية شوية خلينا فرصة برضو نشيد بنصير مزراوي اللعيب المغرب نزل بفارد صاب في الشوحي الأول في بداية المباراة نزل نصير مزراوي طبعا من دار للنار مباراة كبيرة كان نجم المباراة كان واحد من نجوم المباراة في الجانب الأيمن هو زياد الأيمن طبعا تريد اللعيب بس ما فيش مين أفضل مدير فني من وجهة نظر الدولة بس خليني أخذ الإجابة بتاعت السؤال ده بعد الفاصل يلا غير بالنسبة الدورة الإيطالي خالد في الفاصل عايز يخلص أسنسيو لصالح الميلا يعني بمكالمة تليفون كده أعطونا أسنسيو في الميلا احنا محتاجين وينج رايت يعني احنا بنلعب بجونيور مسياسو سالي مايكريس فيعني حاجة بؤس جدا بس خب بالك أجيب الوينج رايت هروح حد سحب منكم اليوم احنا مش من عندنا دوناروما ومشي هاكان ومشي كيسي التلاتة فريد ترانسفير ومش فرقين معي أنا الحاجة الوحيدة اللي هسفرق معي مش فرق معي ليه لأنه أنا عندي الخيارات اللي في وسط الملعب ممكن تعوض لكيسي عندي ياسين عالي عندي تونالي كوالتي عالي قوي عندي اسماعيل بن ناصر كوالتي أعلى كمان عندي عندي بابي جاع عندي عدد من الخيارات اللي تسمح لي أن أنا عوض فرانك سيه بطريقة أو بأخرى يعني ما عنديش حد يعوض اليوم لو اليوم مشي قصة تبقى صعبة قصة بائسة حزينة جدا طيب احنا قبل الفصل وقفنا عند فاروق المدير الفني اللي لفت نظرك أو الأفضل في الجورة يمكن للأسف المباراة الدوري الأبطال دايما عشان بتتلاقي في وقت واحد ما بتقدرش تتابع كل المباراة لكن نتيجة بروك بتقول إن فيه مدرب حتى ما كسبه في الجولة تقول إن فيه مدرب كويس ونتيجة أربعة سفر على بورتو في بورتو تقول إنه هو نجم الجولة طيب أنا في الفصل كنت بقول لكم يعني إنه أنا بشوف إنه هي أقوى بطولة كرة قدم على سطح الكوكي يعني فيها كرة وفيها مستويات نجوم وفيها مدربين أعلى يمكن حتى من بطولة كسر عالي سياك من قصة الشعبية والجمهرية وإن دي بطولة بنستنيها عشان كله أربع سنين لكن هم نتكلم كرة دلوقتي هل في البداية وأنا عافنا حريسا بنسخن برضو يعني الدنيا ما دخلتش في الغريق زي ما بيقول شفتوا لغة جديدة شفتوا نظرية جديدة شفتوا تاكتك خطة أسلوب لعب طريقة لعب جديدة في البطولة ظهرت ولا لسه شوية على الكلام ده أنا في الجولتين اللي فاتوا ما شفتش أفكار مختلفة للمدربين اللي بيها نقدر نقول إنه في تغيير شامل في خطة اللعب أو في البطولة الحاجة الوحيدة اللي أقدر أشاور عليها هي طريقة انتر امبارح وحتى أمام البايرن لأنه الانتر لعب مطشين كويسين وضح على سيميوني إنزاجي إنه هو عرف مواطن خطوط البايرن فبدأ يلعب بطريقة عكس الطريقة اللي هو معتد والحق يقال أنا مش فاكر لإن أنا كنت محضرهم الإسبوع اللي فات فمش فاكر الإسبوع اللي فات كانت فيه عدد من النقاط اللي كنت عايزة تكلم عليها للأسف ما تكلمش عن الإسبوع اللي فات بس ممكن نفتكيرها مع بعض الحلقة اللي جاية لا دي دي حاجة أتكلم فيها طول ما البطولة شغيرة لا طول الموسيق بزبط كده بس هي الفكرة في الموضوع إنه ما تفرجناش على تاتنم وسبورتنج لجبونة عشان نقدر نحكم عليها ما تفرجناش على لا تفرجنا على آيكس ليفر بول تفرجناش على كلاب بروج وبرتو أعتقد بنسبة كبيرة أن كلاب بروج لازم يقغير طريقة لعبه في مواجهة بورتو على ملعب بورتو أعتقد أنه هو كان لازم يكون غير طريقة لعبه بس في المتشاط اللي احنا تفرجنا عليها أعتقد إنه النمط كان المكسب جي من وراء النمط التقليدي بتاع الفرقة ما عكّناش كتير ولعبنا بالطريقة اللي احنا حفظنا أنا يمكن فيه لمحتين لو هنتكلم تاكتيكس بقى هم اللي فارغ معايا ولفتوا نظر بالنسبة لتشافي مع برشلونة وبالنسبة لأتلتكو مادريد وسيميوني وفي واحدة فيهم هربطها بالنادي الأهل خلينا نتكلم الأول على تشافي وبرشلونة فهو اعتقد مع بلورين الظاهير الأيمن بتاع نادي أرسنال ورغم كده اعتمد على كوندي المدافع قلب الدفاع المعروف في المركز ده هو كوندي على الورق هو باك يمين لكن في المباراة اللي يجا يمكن باير ميلا ما أمهلوش شوية أو ما ساعدوش إنه هو يلعب بطريقته هو بيتحول من دفاع سلاسي الدفاع سنائي للدفاع سلاسي في وسط المباراة لأن كوندي بيميل ناحية اليمين وبيخش للعمق وبيرجع ديمبلي كوينج باك وبيبقى موجود في النقاط اللامحة الدفاعية ناحية الدفاعية بيبقى موجود كوينج باك فبيساند فبيبقى فيه خمسة وراء لكن في النواحة الهجومية كوندي بيفتح الملعب ويبقى موجود كظهير وبيتقدم ديمبلي وبيبقى جناح هجومي فهو معه الخططين في نفس المباراة ودي بيبقى أكتر في مرشات الليجين محتاج معلش مناسبة شعبي قبل أن تروح للسيميوني مع أتلاتكو إذا عندي خط هجوم في ديمبلي ورافينيا وليفاندوفسكي شايف أنه محتاج تفعلهم أكتر إزاي ومحتاج تستفيد بالقدرات أنت عندك كل القدرات اللي ممكن تحلم بيها في خط هجوم مهارة سرعة قوة تمركز ألعاب هوا يعني كل حاجة بتحلم فيها بخط هجوم موجودة في بارسا محتاج تزود الفعالية الهجومية إزاي لخط هجوم بالشكل خلينا نقول أن برشلونا لما يحتاج يزود العناصر الهجومية في الشرطي التاني هو أصطدم دايما بفلسفة البرسا بتاعت 4-3-3 ولما بنقول 4-3-3 بنقول أن فيه سلاسي في وسط الملعب أنت يعني مش مفروض عليك هو أنت ملزم أنهما يبقى موجود السلاسي اللي هو بنتكلم في جافي وبيدري وبوسكتس وبعد كده كان ديونج وكيسيب فده بيخلي أن فيه ثلاث عناصر الهجومية بس المتحين بالنسبة لك لكن أنت عندك كان موجود مين أنت عندك فرقة برشلونا أنسو فاتي عندك فيران توريس عندك منفس ديباي فهما لعيبة صف أول ولعيبة يلعوق السين في فرقة كتير تانية لكن هو مش مالك أن هو يحطهم لأن برشلونا ما بيغارش خطة 4-3-3 أو تشافي وفلسفته وفلسفة البرس 4-3-3 فدايما بيبقى تغيير مركز بمركز رافينيا والله يتعب أو ظهر بمستوى أل هينزل أنسو فاتي هينزل ديمبلي هينزل فيران توريس ففي دايما سلاسي هجومي هو ما بيزودش وما بيقدرش يحط عناصر هجومية أتمنى تشافي في المرحلة اللي جاية يجرب خطة 4-2-3-1 ويبقى موجود لعب في رقم 10 أو موجود لعب تاني مع ليباندوفسكي هيحرروا أكتر في المساحة الهجومية وهيضيف للعيبة اللي موجودة على الدك اللي هي لازم تبقى موجودة يعني أنسو فاتي لعيب لازم يبقى موجود بصفة أساسية أو ياخد دايق أكتر أنا قبل ما تروح لسيميني بس عشان ما أطعكش ده بالضبط لا كنت بتكلم عليه في فكرة النمطية أنه تشافي ممكن يكون غير الأسماء بس ما غيرش المراكز بمعنى أنه أرواحه كان بيلعب باكي مين وبيضم قلب يدفع ثالث عشان فلان الفلان يرجع وفلان الفلان يضم هو غير الأسماء بقى كان دي مكان أرواحه وأرواحه بقى هو السنتر باك بقى اللي بيرجع يبقى الباك وينج هو عثمان دامبلي مكان بدل مكان مين الأسماء بتتغير بس الطريقة واحدة أعتقد في ظل أن أنت مع ذراف تشتبيعه وأن أنت لازم تستفيد بوجوده أعتقد منفس دي باي هو أكتر واحد ممكن يلعب في دور عشرة لو قرر تشافي أنه يغير الخطة من 4-3-3 إلى 4-2-3-1 يلعب منفس دي باي كصانع لعب أو 9 ونص اللي هو صانع لعب أو مهاجم متأخر بيزيج جوا المنطقة بالضبط نروح بها عشان سريعا نقطة سيميوني اللي أنا بتكلم بها اللي أربطها بالنادي الأهلي هو سيميوني الموسم ده بيلعب بخمس مدافعين على الورق خمس مدافعين لكن لو قلت لو بصيت هتلاقي أنه هو في مدافع منهم ولعب وسط لو أكسل فيتسل اللي اتعاقد معاه في الميركات اتعاقد مع أكسل فيتسل كان بالنسبة لي لغز أو سيميوني عايز منه إيه فلاقيت أن سيميوني حطه ما بين الاثنين مدافعين أو الاثنين قلب بالدفاع اللي هو هيرموسو كان في المباراة الأخيرة في دور الأبطال كان هيرموسو و لويس في لبي فوجود أكسل فيتسل كلاعب وسط موجود كليبرو أو نقول اللي هو اللي برو الحديث في كورة القدم اللي هو بيبقى لعيب وسط ملعب مش لعيب مدافع كان الأول طبعا عندنا في مصر نقول عماد النحاس نقول أسماء كبيرة في المركز ده كانت لعيب مدافعين لكن دلوقتي اللعب ده هو لعب وسط ملعب اللي بيقوم بالدور ده في النادي الأهلي أو قام به فترة طولة حمدي فاتحي مع مستر موسيماني وأجاد جدا في الدور ده وكان في النواحي الهجومية في النادي الأهلي كان بيزيد فوسط الملعب وبتتحول لطريقة الأربعة ثلاثة في وجود ثلاثة مع أليو ديانج مع عمر السلية بيتواجد دايما وعنده الوعي أنه هو إمتى يزيد ويبقى فيه سلاسي فوسط الملعب وإمتى يتراجع ويأمن منطقة ما بين الدفاع ويرجع للخماسي ده بيطبقه سيميوني بالزبط في موجود دلوقتي معتلتكم مدري أكسل فيتسل بيتقدم في النواحي الهجومية ويبقى لعب ارتكاز وبينقل الهجمة وهو اللي بيحضر اللعب في النواحي الدفاعية بيتراجع لمركز قلب الدفاع ويبقى موجود سلاسي وده بيضيف صلابة الدفاعية لأتلتكم مدريد اللي بقى صعب جدا من الموسم ده رجعت صلابته الدفاعية وبقى صعب جدا نتسجل في المرمى نروح لمباراة النهاردة خالد شاف زي مواجهة سيتي في مواجهة بروسيا دورتموند سيناريو المباراة الفرص انت قلت وفرص السيتي طبعا السيتي أعلى طبعا 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 هممكن نبدأ بفاروق لحد ما طلع التشكيلة بتاعت الفائتين عشانها كان في نقطة عايزة أقولها سيتي اختبار قوة النهاردة لا ما اعتقدش قوي اختبارات القوة بالنسبة لمنشستر سيتي لحد الأدوار المتقدمة في دور البطال هتبقى في الدورة الميليزية اختبار القوة هيبقى منشستر ينايتد في المباراة اللي هي للأسف التأجيل الماتشاط اللي كان حاصل ده هو السبب ان المباراة ما تتلعبش لكن اعتقد اختبارات القوة لحد الوقت بالنسبة لمنشستر سيتي هتكون في الدورة الإنجليزية لحد الأدوار نقول دور الثمانية أو حتى دور 16 في دور الأبطال لكن بالنسبة للمجموعة اعتقد انها مجموعة في متناول منشستر سيتي المباراة صعبة هيبقى فيها أسارة لكن بروسيا دورتموند ما اعتقدش هتبقى ند قوي أو يقدر حتى تعادل قدام منشستر سيتي لان منشستر سيتي الموسم ده فريق جبار بصراحة وهو حتى فرق الدورة الإنجليزية كلها بتتعصر وبيبقى فيه كده سقطات من حين لآخر لكن منشستر سيتي اه في تعادلات لكن الأداء دايما موجود والأداء مع بيب جوارديولا سابت تماما وهو حتى دكة البودلاء اللي عنده ومدياله قوة كبيرة وبتخلي فيه تنافس واضح جدا في كل المراكز يمكن هلند حتى هلند اللي هو اللي احنا بنتكلم لعيب ما بيقعدش على دكة أو يتريكن موجود جوليان ألفارز اللي نزل كبديل وسجل هدفين صحيح على فكرة ده لعيب كويس جدا جدا سجل ستة أهداف مباراة واحدة مع ريفر بلايت ستة أهداف مباراة واحدة يعني سيتي عشان الغيابات الكتير اللي موجودة في صفوف بروسيا دورتموند احنا بنتكلم على مالين بنتكلم على موراي وبنتكلم على داود وبنتكلم على بهازرد الشقيق الأصغر طبعا في مقابل ماركو ريوس موجود في التشكيل ولكن في مقابل ثلاث غيابات كلهم من خط الدفاع المانشستر سيتي ستونز ووكر ولابورت حلو كلام الفكرة هنا انه عدم موجود رياض محرز لو ما تمش الدفع لانه التشكيلة المتوقعة ما فيهش رياض محرز لو ما فيهش رياض محرز فيه بطء شوية فيه تحضير الهجمة بالنسبة للوينجين بتوع السيتي سواء في الفودين او برونو سيلفا بيحتفظ بالكرة ازيد شوية رياض محرز ممكن يبقى حل أسرع خاصة انه جريرو اللي هو اللي بيلعب على نفس جبهة رياض محرز لعب سريع ولعب بيستخلص الكرة كويس فمحتاج واحد يكون بيخلص الكرة أسرع ما بيحتفظ بها هي هتكون بالتأكيد مواجهة ممتعة زي ما استمتعنا بالضيوفي نهاردة في السادسة فروع عصام وخلد عمر بشكركم شكرا جزيلا نورتونا وشرحتونا واستمتعت جدا شكرا نحن استمتعنا جديد وفي انتظار نحن نتقابل قريب إن شاء الله نتابع معكم واحدة من أمتع بطولات الكرة في العالم كله بشكر حضراتكم على المتابعة وإن شاء الله نتقابل على شاشة الأهلي من جديد في السادسة تحياتي لكم